تتحضر للايات المتحدة الأمريكية لأهم حدث وطني سياسي واجتماعي ستشهده العاصمة واشنطن فالملايين سيراقبون مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس سيراقبون أداءهما لليمين الدستورية وربما خطاب بما أن المراسم عادة تقام أمام الكابيتول هول الذي هاجمه بعض المتظاهرين هذه السنة لذا كانت الإجراءات الأمنية مشددة للغاية 25 ألفا من جنود الحرس الوطني بالإضافة لعناصر الخدمة السرية سيؤمنون هذه المنطقة وسط العاصمة سيساعدهم سياج شائك طويل جدا بارتفاع مترين سيمنع تسلل أي شخص إلى المنطقة المحضورة حاول الذهاب إلى هناك حاول سيكون هؤلاء بانتظارك ليتفقدوا أي تصريح ولماذا أنت هنا قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر بسبب المخاوف الأمنية مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يساعد الجيش الأمريكي في إجراء تدقيق في أكثر من 25 ألف جندي من الحرس الوطني سيتم نشرهم للمساعدة في حماية مبنى الكونغرس الأمريكي كابيتول هول خلال تنصيب بايدن وفي حين لا توجد لدينا معلومات مخابراتية تشير إلى وجود تهديد داخلي فإننا لن نألو جهدا في تأمين العاصمة الحدث الضخم يحضره في العادة ملايين الأشخاص في عام 2017 عندما تم تنصيب ترامب وحلف اليمين الدستورية في هذا المكان كان في ساحة أكثر من مليون شخص من مؤيديه شاهدوا الحدث العظيم على اللايف مباشرة لن يتاح لرئيس بايدن ولا لنائبته كامالا هاريس كل هذا العدد وهذا الجمع الغفير المتواتر من الأشخاص بسبب كوفيد-19 والتباعد الاجتماعي أصلا ديمقراطيين لا يحبون أن يجتمع الناس فهم جدا يحبون التباعد الاجتماعي فيما يخص كورونا وهذا هو شكل المنصة كما سيبدو في الحفل تبدو فقيرة خالية هل ستظل كذلك ونرى هذا العشب الأصفر في الاحتفال لا طبعا نحن لسنا في مؤتمر للبيئة لنرى حديقة وحشيش إنما نحن في تنصيب رئيس وتنصيب الرئيس يجب أن يكون أريد أن أشغل الفيديو لماذا لا تعمل سأحاول مرة أخرى اشتغل الفيديو لذلك في تنصيب الرئيس باشر بزرع أعلام وطنية في الأرض على طول هذه الساحة الكثير من الأعلام عددها مئتاء ألف عالم تمثل الأمريكيين الذين لم يحضروا هذا الحفل وتملأ الفراغ وترفرف وتشكل بمجملها العالم الأمريكي فيكون المنظر بهذا الشكل في النهاية انظروا هذه بروفا هذا الريهيرسل لمجرد لهذه المناسبة العملم الأمريكي الضخم هناك في الأول ثم أعلام ملونة ستضاء في الليل لتشكل لوحات فنية متحركة الإضاءة أجروا التجربة عليها وكانت جميلة بإمكانك القول أن كل شيء جاهز الآن لنذهب إلى آراء المغردين العرب بما رأوا من تحضيرات روماني زكريا يقول المخاوف تتزايد بشأن العنف المحتمل خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب وربما يتفاقم هذا العنف بسبب ضغط الديمقراطيين لمكافحة الرئيس ترامب الدكتورة هيفاء المهداوي تقول جميل أن يكون مهيئ أربعمائة ألف عالم أمريكي عند تنصيب بايدن فهناك دول تعمل بالعكس فبدلا من أن تهيئ الأعلام للدولة بأي مناسبة فهي تهيئ صور الإرهابيين وحتى في جامعاتها حقا إنه عالم غريب متنوع نعيشه في هذا الزمن حساب حساس يقول انقسام عميق في أمريكا اليوم لماذا؟ بسبب أحمق البيت الأسود حسب رأيه ترامب هذا الانقسام يجعل الجميع يشكك ببعضهم ده واضح من كم التواجد العسكري اليوم قبل تنصيب بايدن بالرئاسة الأمريكية وخسارة ترامب مشاهدة ممتعة لكل من تأذى من التدخلات الأمريكية ببلده بسم المنتصر تقول أول ديمقراطية بطريقة عربية تنصيب بايدن بحماية 25 ألف جنديا وآلاف المدرعات وإغلاق الشوارع لكامل واشنطن العرب تغزو الغرب فكريا بالتداول السلمي للسلطة آخر تغريدة أتوقف عندها من الفاهد الأبيض هكذا يسمي نفسه يحب أن يسمي نفسه الفاهد الأبيض بايدن يحاول إيصال رسالة للعالم بأن مؤيدي ترامب يشكلون خطرا على الأمن في أمريكا وأتوقع من الديمقراطيين فيلم هندي جديد ضحيته ترامب والجمهوريين حفل التنصيب ليس أداء للقسم فقط وخطابا ليدي جاغا جينيفر لوبيس سيغنيان النشيد الوطني الأمريكي وأيضا سيحضر عدد من نجوم هوليوود سيحضرون في يوم تنصيب جو بايدن وكمالا هارس بالنسبة للرئيس المنتهي ولايته ترامب في صباح تنصيب خلفه سيكون في ولاية ميرلاند في قاعدة عسكرية وسيكون هناك فرقة عسكرية وسجادة حمراء شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها